السلام عليكم البنات كديرين لباسك وشي بيخير أمركم هانيا نتمنى هذا الفيديو إن شاء الله يلقاكم وكلكم على خير وبخير وعلى أحسن حال مرتاحين في عقلكم وقلبكم تشاهدوه بكل حب وكل فرح مرحبا بكم فيديو جديد في نهار جديد روتين جديد مرحبا بكم نكمالة ديالا فيديو السابق اللي شفتوا معي الضياف الغفلة اللي جاوني رونوا لي يا كوزينتي غادي نشارك معكم شنو داروا البنات اللي شافوا الفيديو السابق وشكرا لكم على انضمامكم من ناس جداد القناة شكرا لكم مرحبا والف مرحبا بكم والناس اللي في القناة انتو موانين الضرماني لخير مرحبا بكم شكرا لكم على حسن المتابعة وعلى تشجعكم اللي دائما كلامتكم الزوينين هناك نشارك معاكم معاو التاني الوين ندرت للماتبا أخركم شفتوا معايا في الفيديوات السابقة رجعت لها الغوز اللي صراحة واحد الوين اللي عجب بزاف منكم اللي عشاقات الغوز مغلوق والغوز مفتوح والبيض هاد اللي وين كان حمق عليها البنات أفضل لون عندي كان نديرو هكا في المطبخ كما قد لكم هنا حطيت قسبور ونعناع غنوجد شي حلوة جبت البيض وضانون والخمارات المهم راكم معارفين غنوجد إن شاء الله شي حلوة ما عارف تشغل تشوفوها معايا ولا الله هنا شاركت معاكم العطية زادوا هاليا العائلة مع النعناع وقصبو المهم هنا كنشارك معاكم الروينة اللي دروا لي الطيور اللي كانوا في المطبخ دروا هاليا في المطبخ الله يخطفيهم بالحق لا ما هي مرأكم عارفين فقسالة فقسالة بعد ما كتنقي الكوزينة كتخملها وتقديها كيجيش يحديرونها لكرا أكيد غادي تفقسي ما غاديش تدوزيها غراكك ولكنش غادي نديرو مساكن جرع ليهم السهد جاوي تبردو والحمد لله شحال وانا مدفزة معهم كما شتوه في الفيديو السابق لبنات اللي عجبوهم شحال وانا مدفزة معهم وما نخرجهم باوش يخرجوا والفوق لقاو البرودية ولقاو الراحة خلوها بعد متتبعات في التعليق لقاو الراحة والهناء والبرودية في الدار مرحبا بيهم قالوا لي طه الله يفيهم ما قدرتش لبنات نشدهم ما قررتش نشدهم نعطيهم لما ونعطيهم ياكلوا ولكن ما قدرتش لبنات تطير هدك ما نقدرش صراحة ما قدرتش نانين نشدهم المهم دابست معهم حتى خرجوا والحمد لله الله يرزقهم إن شاء الله فبلا يسخرين أشغلين نديروا لغالب الله والحمد لله سبحان الله راحا كما شفتوا الشكل ديالهم راح عمرني ما شددك الشكل اللي شفتوا معايا سبحان الله أول مرة نشوفهم وهنا شاركت معكم الكامون اللي قلت لكم كنت بديت كان نقي فيه وخفازك خرجتوا دابيا الشميشة مع القرفة والبزار اللي نقيته درتوا في بلاتو ها هو والأخر اللي مزل ما نقيش حتى هو ورا هو حتى تويتشمش ولكن شفوا سبحان الله اسمها مغي ما تقولي غطيحش تدابة ولكن الشميشة كتبان قطل علينا سبحان الله ما عرفتش واش غادي تكون الشميشة اليوم ما باش يشبع الكامون ديالي والعطرية ديالي الشميشة يتشمشوا مزيان ولا اللي المهم وهنا الحمد لله هذا ظنهار بيخير والشميشة ضربات حار طبارك الله العطرية ديالي شبعات الشميشات الحمد لله هذه رهل عشية قبل أن شاركت معكم في الصباح دبرها الليل هذا وانا كان قيوم تحن شاء الله معكم العطرية ديالي اللهم مبارك وزيد في ذلك كلهم مديمها نعم وحفظهم من الزوال وصلتوا على النبي اللهم صلي واسلم وبرك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وما أحلى كلام الله الحمد لله الحمد لله الحمد لله على نعمه التي لا تعد ولا تحصى هنا العطرية ديالي بعض الشموشات هنا سوف ندخلها هذا اللقطة عود ثاني في السطح جيت ندخل العطرية ديالي المهم راكم عارفين المونتج والمشاكل دياله كتبغي تسبقي اللقطة وهو كي يؤخرها لك المهم اللقطة سبقها اللقطة شغل نديره المشاكل ديال المونتج هي هذه هنا بديت على بركتي لها كانتحن في الطحنة اللي شاركت معكم بشريتها في إنزقن عند حسن إحيحي اللي معروف واحد السيد كي يجيب بزاف ديال مسائلها كزوينين وبالأتمين ومناسبة لبنات في إنزقان البنات اللي شافوا الفيديو ديال رمضان فاشتركت معكم هاد الآلة اللي قطحن جميع أنواع العطرية وخاتكون قاسحة غادي نشترك معكم واحد نقوله ناصحة على قبل الخرقوم البنات خودور الخرقوم اللي هو عواد كبارين ما تاخدوش المهرس لأنه المهرس جربته الأكترية ديال هادك الرقي وقر غادي نشرك معكم كيفاش داير لأنه العائلة جابوا لي ذاك الرقي وقم بعد كتليهم زيدوا لي ذاك الأخر اللي عواد كبارين لأنه ذاك رقي وقلب نات كيكون الأكتر يا فيها الحجر كما شفتوا معي راه هرس بزاف هكا مشتت بزاف ولكن كيكون فيها الأكتر يا حجر كذلك هذا سكنجبير غير هو سكنجبير كيكون باين ما كيهرسوش بزاف بحال الخرقوم مهم هنا بعد ما طحنت سكنجبير ها هو هذا كان دوز وفهات سبيكا مهم ما زل معفعلي يا الله تجي جديد هم عارتي متى غاي كتب الله على هات سبيكا ها دي انساء الله والله العظيم الله غير كان مني كان مشي السوق كان سهى ومن كان جلد رائع وثاني مني كان نهزز نغرب شي حاجة كان تفكر ها وحقل العظيم ولكن وخاها كاك قادية الغارات وخام تقوبة قادية الغارات انا كان نغرب بهذا بس كنجبير وهذا لانو كيكون في هادوك الشعيرات كما انتم معارفين ما يصلحش اننا نطيب به هكو كذلك الشي لاش نغرب له والخر قوم المهم هنا بعد هكا بعد العواد ديال سكن جبير اللي قاسحين بزف مطحنتهم لياش غدي نعود نحطهم مع الخرقوم شي مشكل اللي كان تغير واحد العودة هكا والججمة شي مشكل الخرقوم ويسكن الجبير اصلا كان جميعهم في العطرية من اللي كان بغير طيب وراح اكيد الاكتر يدي الطبخات ديال ونا كان دير وسكن الجبير والخرقوم هاد الججمة كيت فرقوش دائما مسوشين خلتها واحد السيدة المهم هنا البزار حتى هو كان نقي فيه وخا هو كبير كيكون سهل شوية وصعيب في نفس الوقت اللي كان فيه قوة الحجر حتى هو ركيكون صعيب هنا بعد ما طحنت وخا الكمية قليلة شوية ولكن مش مشكل البزار ما كان استعمل له ش بزف فهي العودة اللي كنت لكم دية السكن الجبيرة ما مطحون اش غادي نرجع مع هاد الخرقوم كيما كاتشوف معي الخرقوم الرقي وقدر توقفل تحت هو هذا كان نوري لكم باش يبان لكم تشوف والخرقوم هكا عواد كبار يجب ما مهرس ها هو هذا من الفق المهم غادي نشوف فش غط حنو لي اول المهم التجربة غادي ندرها معكم والنتجة غا تشوف ها بعوينتكم وحتى انتم ما استفدوا اتخذوا معلومة انكم ما اتخذوش هاد الخرقوم المهرس بزاف رقي وقها كيما قلت لكم كيكون فيها الاحجر بزاف وطرب خدوا هذا اللي كبير هاد الخرقوم اللي كبير اللي عندكم بطبيعة لحال الالة ديال العطرية قاسحة بحال هكذا بحال هادي المهم راني شركت معكم النوع ديال ان شاء الله في الفيديوهات السابقة شوفو هما البنات جزاكم الله الف خير وشوفو الاكتر يا فيديوهات قصارين جزاكم الله الف خير حتى انا كان شوف لكم اللي جا قدامي والله العظيم اي حاجة احططوها في اي وقت كنشوفها وخينا ما حططش على سمان على يومين ولا مثلا نحط نهاري نهار لا المهم كنشوف لكم هذا هو الصدق نشوف لكم قد ما حططي المحتوى ديالك خاصة في الدقيق اللولة فاش كي يحتاج لفيديو انه يتشاف ونكتر لها اللايك والتعليق باش يزيد يوصل اكبر عدد ديال الناس والسفد ونستفد احنا معاك وهذه هي المصدقية وهذا هو الصدق وميدم غير المعقول دير الخير تلقاه اي واحد دارش حاجة كي ديرها الرأسه والله راقب وشاهد اي واحد غادي تحسب على اعمال دياله نديره مزيان والكمال على الله اللي يبغا ديك الساعة يغش ما كي يغش غير الرأسه والحمد لله دائما الوحد داخلها على الله يدير ما فجهته والكمال على الله ودائما سبحان الله ربي كي يعونك من جواي اخرين لك انت صادقة مع الناس اللي معاك كتدير الواجب ديالك كامل مكمول بصيدق بدون غش اكيد اكيد ربي كي يعونك وكيزيدك خير في خير وكيزيد لك من جواي اخرين من غير اللي انت كتسني منهم انهم مثلا بحال هاد ضمن هدا ان بعض الناس يعونك هادوك ما كي يعونك شكي يعونك شي وحدين اخرين من ربي كي يجيبهم لك حانت انت صادقة وقديري ما فجهتك وقديري اللي كتديري لوجه الله تعالى ماشي حتى شي واحد المهم كما كان قولوا على نيتكم ترزقون والحمد لله الله يهدي ما خلق هاد ضمن صعيب الخدمة على القناة صعيبة انك تطلعيها صعيبة انك جمع المشتركين جمع السويات تشوفي الناس خسكي تشوفي الناس اللي كيكونوا معك دائما خسكي حتى انت يتحاول تديري مفجدك انك تكون معهم دائما مسيدقو بالإخلاص ويدوم غير المعقول والله دائما يدومها محبا وصدقة بينتنا في الله لوجه الله تعالى والله يعون كل واحد الله يرزقه من وسع يا ربي ينجح اي واحد كيتمنى شي حاجة بقلبه الصافية والنيتو الصافية اللي يحقق هاليه دائما كما كان قولو المرضي الوالدين عمره ما يخيب الحمد لله ديرها مزيانة والكامل على الله دير الخير تلقاه كما كان قولو هنا بعدما طحنت سكن الجبير ها هو حتى هو بقولية فيه بعض العويدات غان نجمعهم مع شي حاجة اخرى نطحنهم ماشي مشكيل مثلا شي عويدات القرفة ولا البزارة ها كان نديرها اه اعطرية ومتحونة مخلطة ماشي مشكل مهم هنا كان غرب الخرقوم كما قلت لكم كيكون فيه حتى هو بعد العويدات ممتحونين وصلت معكم من نهاية الفيديو بيديو شي كون طويل نتمنى عجبكم وكن خفيفة وضريفة على قلبكم مشجعوني باللايك واشتراك وبرتاج مع الاحباب عشركم بروقات هلا وفرصكم